اشتركوا في القناة هنروح لخبر تاني لعلاقة بالكرة الطائرة شباب بالكرة الطائرة دايما بيبقى عندنا على فرق الشباب تحت 19 تحت 18 يعني الفرق اللي بتبقى بيتصعد منها لعيبة للدرجة الأولى كان عندنا مباراة مهمة لفريق 19 سنة في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة ناشئين أو شباب والمديل الفني بالمناسبة كابتن خالد إبراهيم كان لعيب في النادي القليل كان عندنا مباراة مع النادي الزمالي كان عصالت الشهداء في مقر النادي القليل بالجزيرة واستطاع الفريق انه يفوز في مباراة مهمة في المشوار يعني مشوار الطائرة الجمهورية مباراة مهمة ثلاثة واحد المباراة أو المباراة مشت زي أول شوت الأهل كيسبو ثاني شوت الزمالي كيسبو الثالث والرابع النادي الأهل يفاز بيهم ليحسم اللقاء بنتيجة ثلاثة واحد ألف منهم مبروك وأكيد هنتكلم مع كابتن وعلي العادي ضفنا الأول النهاردة في الفقرة الحوارية عن هذا الفريق ومين المتصعد ومين أبرز اللاعبين اللعيبة الزغيرين وبأكيد هشغل البطولات أكيد هنتكلم مع كابتن وعلي العادي اللي هيكون ضفنا بعد الفاصل بعد الأخبار هنتكلم معنا هذا الفريق ودي لقطات من المباراة وطبعا انت عشان في ملعبك فبتتخلى عن اللون الرئيسي بتاعك اللون الأحمر وبتلعب به اللون الأزرق براحتك كابتن وعلي المدير الفني قال إن لعيبته كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مستوى مميز جدا على صعيد الضربات الساحقة والهجوم والإعداد والدفاعات المنخفضة كل توفيق للكرة الطائرة بإذن الله في النادي الأحلى خلينا نروح للسيدات سيدات الكرة الطائرة عندهم مباراة مهمة قادمة مع ديلفي نحن الحمد لله في الدور الأول فوزنا ولكن مهم تأكد ريادتك أنت ماشي بفوز متتالف وبرضو نفس الكلام ما تحطوش حتى الآن هذا الفريق في اختبار حقيقي وبحب أن نوه تاني عن الخبر إن إن شاء الله بطوط أفريقيا للرجال والسيدات في الكرة الطائرة هكون عندنا في صورة الأميرة عبدالله الفصل من مقر نادي الأهل بالجزيرة ودي حاجة أكيد الانتين مديرين فنيين سواء كابتن إبراهيم فخر الدين مدير فن السيدات أو كمان فرناندو أكيد عارفيني دي حاجة مهمة خاصة البطلاء البطولتين دولت سواء رجال أو سيدات هرايح بطولة العالم لكولوجيا